شكرا لزميل ماجد المنصور أهلا بكم جميعا وهذه الدعوة المتابعة حدث انطلق من العاصمة القطرية الدوحة وحصد تفاعلا كبيرا على الصعيدين الإقليمي والدولي الاتحاد القطري لكرة الطاولة احتفل في الساعات القليلة الماضية بالسيد خليل أحمد المهندي وقد أتم 25 عاما في سدة الرئاسة وكانت بصماته مؤثرة لتطوير اللعبة محليا ودوليا رئيس الاتحاد القطري لكرة الطاولة الذي أعرب عن سعادته بهذا الحدث وسعادته أيضا بالتهنيات القادمة من الاتحاد الدولي يعد من أهم الشخصيات الدولية في اللعبة يجمع الآن بين رئاسة الاتحاد القطرية لكرة الطاولة ورئاسة الاتحاد العربي كما يشغل منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأسيوية لكرة الطاولة وهو كذلك النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي 25 عاما ربع قرن بالتمام والكمال من الجهد والعمل لتطوير اللعبة مشوار طويل في خدمة رياضة أولمبية عريقة ومساهمات مهمة لتطوير اللعبة على جميع الأصيدة خليل أحمد المهندية تم 25 عاما يعتلي هارم رئاسة الاتحاد القطري لكرة الطاولة منذ عام 1995 وحتى اللحظة الدورة الحالية هي الأخيرة في مسيرة الرجل والهدف المعلن خلال فترة قادمة هو رئاسة الاتحاد الدولي يشار في هذا السياق إلى أن الألماني توماس بايكرت يشغل الآن هذا المنصب الكبير والمهندي قال في الساعات القليلة الماضية سعيد بالتكريم وأتطلع لرئاسة الاتحاد الدولي قريبا نهاية هذا المقططف الذي يحدد استراتيجية الرئيس الحالي للاتحاد القطري لكرة الطاولة في انتظار خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة تم اختيار سيد خليل أحمد المهندي لينضم لمؤسسة الطاولة العالمية المكتب التنفيذي وضع ثقته في الشخصية القطرية البارزة ليكون عضوا منتدبا ومماثلا للاتحاد الدولي لكرة الطاولة أربع نقاط تتصدر المهام الرئيسة لهذه المؤسسة العالمية على رأس هذه النقاط زيادة استثمارات اللعبة وأيضا وضع خطط لتسويق هذه الرياضة المؤسسة معنية أيضا باستحداث بطولات جديدة ورفع السقف الجوائز المالية تنشد أيضا تحقيق عوائد من الشركات الراعية والبث التلفزيوني حيث من المنتظر أن تتعدى قيمة الاستثمارات حاجز المائة مليون دولار مجمل هذه الخطط مدرجة في جدول أعمال عام قادم 2021 مكانة خليل أحمد المهندي أكدتها هذه الرسائل الواردة من مختلف العواصم الكبرى في عالم كرة الطاولة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة خصصت صفحة الأولى لموقعه الرسمي عبر شبكة الإنترنت يبرز بصمات المهندي على امتداد 25 عاما التفاعل امتد لصفحة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي ستيف داينتون في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصف المسؤول البارز رئيس الاتحاد القطري لكرة الطاولة بسيد الاستراتيجيات رسائل التهنئة جاءت من مختلف العواصم الأسيوية والعالمية والاتحاد الصينية الذي يدير المدرسة الأعرق في هذه اللعبة أشاد ببصمات الشخصية القطرية